فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله أعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل كتاب من المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك فالله جل وعلا ذكر في القرآن من النهي عن مشابهة المشركين الشيء الكثير ولما ذكر ما أحل باليهود في المدينة في بن النظير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين ذاك سلط الله رسوله عليهم فغزاهم في محلاتهم وحاصرهم وحرق نخيلهم وأخيرا تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا عن المدينة ويأخذوا ما خف معهم ويترك الباقي للمسلمين الله جل وعلا قال في صدر سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هذا هو الفوج الأول وتبعهم بن قينقاع وبن قريضة فالفوج الأول من اليهود الذين جلوا عن المدينة هم بن النظير لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب خربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأفصار الشاهد في قوله اعتبروا يا أولي الأفصار يا أصحاب العقول والبصائر اعتبروا بما جرى لهؤلاء فإنهم أهل كتاب وأهل علم ولما خانوا الله ورسوله حل بهم ما حل فعليكم أن تحذروا من طريقتهم والتشبه بهم في ذلك ترجمة نانسي قنقر